موسيقى بالحقيقة ما زلنا في المربع الأول بالنسبة للعملية الانتخابية نعم بالنسبة لأن البنية التقليدية ما زالت هي الحاضرة والسعيدة في المشهد الانتخابي نعم يعني احنا شفنا كمان بالتقرير وقبله كمان بالانتخابات الماضية أن ما زالت العشيرة هي المكون الاجتماعي الأساسي خاصة في المحافظات يعني خليني أحكي كل ما بعدنا عن عمان أكتر كل ما بزيد الثقة للعشائري أكتر وحتى نسبة الاقتراع بالمحافظات هي أعلى منها بيئة العاصمة دوافع عشائرية وقرائبية وبحث عن انتماءات فرعية وليس موضوع سياسي أو برامجي أو له علاقة بالأحزاب السياسية ومن هون احنا أظن أنه حتى فكرة القوائم اللي يعني وجدت ضمن قانون 2016 هي محاولة إصلاحية سياسية جادة من قبل الدولة الأردنية مرة أخرى لتنمية الحياة السياسية على أسس هزبية برامجية لكن تصطدم هذه بأنه احنا بنية المجتمع ما زالت مثل ما بنعرف بنية تقليدية أشائرية هل هو شيء سيء أنه المواطن يختار ابن عشيرته ويصوت لابن عشيرته خاصة إذا ما كانت العشيرة خلينا نحكي انتخبت شخص هذه العشيرة وهم بيعرفون أنه هذا الشخص مؤهل هل هو شيء سيء أنا بدأ أجاوبك دستوريا شو هي مهمة النائب بالأساس التشريع والرقابة التشريع والرقابة هل لو انتخب ابن العشيرة عشان مجلس بلدي أنا ما بزعل يقدم خدمات لكن ينتخب ابن العشيرة على أساس أنه بده يشرع للوطن ما هون صار موضوع اللامركزية والبلديات يفتر يعني عشان خلينا نحكي يتم التمثيل ما بين النائب وما بين عضو المجلس بلدي هذا قصدي تماما أنه الدولة برضو كانت ذكية بالنسبة لموضوع المجالس المحافظات أنه خلي هذول يقوموا عمل الخدمات وخلي النائب يقوم بالمهام الدستورية الكبيرة في التشريع والرقابة هذا لم يحدث بالنسبة لدولة الأردنية في أنه ما زال العشيرة هي الإشي الرئيسي اللي بركن عليه أي مرشح حتى يصل خاصة في الأطراف أنا بدي أحكي لك شغلة صغيرة أنه الأحزاب في الأردن ليست فاعلة مع أنه القوائم الانتخابية بتخدم العمل الحزبي لكن لأن الإقبال الشعبي أساسا على الأحزاب ضعيف جدا في الأردن حتى بعد رقم الدعم حتى الدعم اللي يأخذوا الأحزاب حتى دعم حتى دعم لا لا أنا بدي أحكي على تكوين الحزبي في الأردن هلأ فيه خمسين حزب في الأردن هلأ قديش نسبة الناس اللي منتسبة للأحزاب السياسية في الأردن نصب المئة من السكان خمسة وثلاثين ألف بس هم أعضاء الحزبيين شو بدهم يفرزوا برهاية المطاف حتى لو صار فيه تحالفات حزبية ضمن قوائم معينة ما رح يكون فيه إلا فقط حزب جبهة العمل الإسلامي بهذا المعنى هو المتصل هو اللي رح يأخذ زي ما أخذ المرة الماضية خمسة عشر مقعد بأعتقد النسبة نفسها رح تتكرر أقل شوي أكتر شوي بس ضمن الرينج لأنه نسخة هاي الانتخابات لـ 2020 هي تشبه نسخة 2017 نفسه يعني طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار بعض التغيرات اللي لها علاقة ببعض التحالفات الجديدة وعلى فكرة حتى الأحزاب نفسها الآن عندها قوائم موجودة لكن هاي القوائم أنا بعتقد أنه بحاجة لروافع أخرى مختلفة في مجتمعنا وبظن حتى أنه فكرة القائمة النسبي المغلقة ضمن هذا لا تساعد تماما أنه نوصل يعني ممثلين حزبيين حقي للبر نعم موسيقى موسيقى